اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قوى اللبنانية بالتهويل بقضية تورط حزبه بالتفجير الذي استهدف سياحا إسرائيليين في بلغاريا وفي كلمة له بالضحية الجنوبية من بيروت حذر نصر الله إسرائيل من عواقب شن هجوم جديد على لبنان كل ما نحتاجه عندنا الآن في لبنان ما نحتاجه نقلو لا من السورية ولا من إيران وفهمهم كفاية كل ما نحتاجه للمعركة الآتية إن وقعت موجود عندنا في لبنان ونحافظ عليه في لبنان